في ظل استمرار القتال في قطاع غزة تستأنف المفاوضات بشأن الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس وإنهاء القتال جولة المفاوضات الجديدة التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس لم تحقق الاختراق الكبير المنتظر لكنها شقت صدعا في جدار المواقف المتصلبة للطرفين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو وصف المفاوضات بالبناء لكنه أقر بأنه لا تزال هناك فجوات كبيرة مضيفا أن الأطراف ستواصل عقد اجتماعات مشتركة إضافية خلال هذا الأسبوع أوساط سياسية إسرائيلية تابعت المفاوضات أكدت في تصريحات صحفية أن الاجتماع أثمر براعم تقدم نحو صياغة صفقة يقبلها الطرفان أما حركة حماس فلم تبدي نفس التفاؤل بما أسفرت عنه المباحثات إذ وصف أحد قادتها البارزين ما تتداوله وسائل الإعلام عن تفاصيل صفقة الأسرة بأنه محاولة من الحكومة الإسرائيلية لتخفيف الضغوط التي تمارسها عائلات المحتجزين الاجتماعات ناقشت مقترحين يتضمن كل منهما مراحل عدة تبدأ بإطلاق سراح النساء وكبار السن من الرجال وتنتهي بإطلاق سراح الجنود فيما لا تزال آلية إنهاء القتال غير واضحة ويتضمن كل الاقتراحين إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل بما في ذلك أسماء بارزة إضافة إلى وقف إطلاق النار لفترة طويلة وهو ما يبدو أنه أصبح موضع اتفاق بين الطرفين بحسب وسائل إعلام إسرائيلية وتظل النقطة الخلافية الأبرز هي طريقة إنهاء القتال فبينما تطالب حماس بضمانات دولية وانسحاب جميع القوات من القطاع تبدي إسرائيل لاستعدادها لوقف طويل للقتال دون أن يعني ذلك وقف الحرب بشكل نهائي كما تصر تل أبيب على وجود عسكري لها في القطاع خلال توقف الأعمال العدائية ولا تبدي استعدادا للاتفاق مسبقا على آلية إنهاء الحرب وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تكثيفا للقاءات المتبادلة التي تضم إسرائيل وقطر ومصر من أجل البناء على الأرضية المشتركة التي وضعت أسسها محادثة باريس